قولتلكم قبل الفاصل هتكلم معايز شوي بعد الفاصل عن الكورة بقى واللي بيعسل في الكورة لان حاس ان احنا متأخرين عن العالم لسبب انا مش قادراFهمه يعني مش قادر أحط إيدي بالزبط على السبب اللي مخلينا متأخرين عن الناس حلو يعني إحنا مؤخرا مثلا فتحنا إحنا عندنا أزمة كبيرة إن إحنا عدنا سنين قفلين رخص تدريب فبقت النتيجة إن أغلب المدربين بيشتغلوا من غير رخص تدريب من غير ما يتعلموا فبالتالي إنت بقيت مطلع ناشق مش قادر يتعلم فأنا بالتالي عما أفكر كده في مين لعيبة عندنا خرجت بره في أوروبا وعددهم كام قياسا بآخر خمس سنين مثلا أولايل جد أولايلين قوي رقم ضئيل كمان أه قياسا بالخارجين من الدول التانية صح حلو الكلام صح دول الجوار يعني دول الجوار دول عربية وأفريقية زبط أنت بتكلمش على الفرنسا اللي خارجهم لا لا خالص خالص أنا بتكلم على الدول اللي جنبنا طعم فدي حاجة مش عجباني صح الحاجة التانية إن أنا بتريدت أحس يعني يا جماعة المسائل المفترض تكون أبسط من كده طب أنت مثلا فتحت الرخص تحت التدريب جميل جايب كام محلل أو كام مدرب كبير زي مثلا فابيو كابيلو ولا مارشلوليبي ولا جوزهيدنك ولا الأسامي اللاقة دي يجو يحضروا في مصر فيش طيب ما تجيب الرجل ده ويا سيدي اعمل المحاضرات بتاعته بفلوس والله المدربين هتيجي وهيفرحوا وهيفرحوا بأنه بيسمعوا تجربة ناس كبيرة لأن خد بالك هي كورة القدم هي أكبر بكتير من التاكتكس هو مش هيعلموهم تاكتكس بس عايزة أقولك مثلا التدريب أنت كل ما بتحضر محاضرات تدريب كل ما بتسمع من أجانب يعني كل ما بتسمع أن اللي فات ده اشتغلنا عليه لأنه ما كانش أحسن حاجة فطلعنا حاجة جديدة فطلعنا حاجة جديدة فطلعنا حاجة جديدة حاجة الجديدة دي تبتسمعها كل شوية كل شوية مهما كنت أنت شاطر ومكتهد وكنت بتذاكر ودرست وتعلمت هو كل يوم حرفيان في حاجة جديدة تجارب مختلفة إيه اللي يمنع أن أنا أسمع تجارب مختلفة في الحياة في مرامج بالوقتي مثلا مختصة بقى أن هي تجيب المدربين وتسألهم عن أنت إزاي بتخلي 11 بني آدم ما يعرفوش بعض يلعبوا مع بعض ويدفعوا نيابة عن بعض ويطلعوا أصدقاء في أرض الملعب علشان هي الكورة عبارة عن 11 بيسندوا بعض وبيتكلموا مع بعض ولو ما فيش تواصل ما كانش هيبقى فيه موضر تشوكروس ما كانش هيبقى فيه النوعيات دي في الكورة وما كانش هيبقى فيه الحلاوة دي في الكورة فالتواصل ده بيتبني إزاي فتلاقي المدربين بتتكلم على أن مثلا مدرب نيو كاسل بيعمل كل أسبوع جلسة لكل اللعيبة مع بعض وكل واحد فيهم يطلع يحكي حكايته ووصل إزاي لللي وصله المدرب من المدربين يتعرف على بعض بالضبط وفي نفس الوقت يحسوا أن فيه عوامل مشتركة بيننا فيبتدوا أصدقاء فيبتدوا يبقوا معربين من بعض بتتكلم على أن مثلا المدرب بتاعة توتنام اللي لسه جايبينه من فترة قريبة جدا أنجي ده مدرب كان في أستراليا أول مدرب أستراليا في تاريخ الدول الإنجليزي إيه اللي خليه يمسك الحكاية بتاعة توتنام يعني بس هو واحد من الناس الشطرة جدا في تحفيز المواهب الصغيرة في السن وبيتكلم دايما في أنه هو من أفضل الناس اللي هو بيتعامل مع أهالي اللاعبين علشان خاطر أو يعرف يديهم توصيات للسن الصغير حس أنه يعرف يطلع ابنه عنده اتزان ما بين اللياقة وما بين الأكل وما بين الصهر وما بين الانبساط وما بين الحياة السليمة في الرياضة أو هكذا فأنت لما تقعد تسمع خبرات الناس دي بتحس أن الخبرات دي لو اجتمعت تبقى حلوة جدا طيب هو مين اللي بيجمع المدربين المصريين زي مثلا مدربين أوروبا أو مدربين إنجلترا أو مدربين إيطاليا يقعدوا يتكلمهم مع بعض ويحددوا الحاجات المشاكل والحاجات الكويسة والحاجات الوحشة مفيش الكلام ده طيب إحنا بنشتري صفقات صح؟ عملنا بيننا وبن بعض كاس اسمه كاس الصفقات بقى كل موسم الرئيس النادي عايز يجيب 15 صفقة و14 صفقة عشان يتوك في نهاية الموسم بتاع الانتقالات إنه بطل دولي الصفقات ببرافا عليك حلو تعالى بقى نبص على الفلوس اللي اتصرفت في الصفقات أنا زعلان إن الكرة في مصر بيتصرف بيها فلوس أيوه مش ما بيتصرفش أنا هيسف للمقاطعة والله لا يلا أنا مرة جيت هنا وكان فيه صفقات بتحصل في الدولي الإماراتي والسعودي والقطري وقالتك بقى أخدوا بالكم احنا منصرف هنا فلوس كتيرة أوش أيوه لو الفلوس دي الجمعت في اللعيب أو اتنين بكواليتي كلاس ايه ممكن نجيبهم عادي هنا في مصر ده مش مايد 100% بسيحنا منصرف ملايين الدولارات في الهوى بالزبط كده في الهوى بالزبط واقولك على حاجة هي حاجة بالعشان العدد اللي انت قلتو ده لازم يبع عندي 14-15 هتما نجيب لعبة أو اتنين كواليتي عالي يفرقوا مع الدوري كله والحسبة الحسبة بتاعتك يعني انت مثلا بتقول ايه يا جماعة انا اخري 2 مليون دولار انا اتعلمت كده في مصر مثلا انا اخر الاجنبي هتفع فيه 2 مليون دولار حلو تعال انبص بقى على والتر بواليا وقاليو باجي وميكي سوني كل واحد فيهم بكام الخمسة مليون دولار دول كانوا جابوا لك راس الحرب اللي بدور عليه مثلا وخمسة ايه وراس حرب ايه صفة اول عادي محوة خمسة مليون دولار بقى انت جبت اللعيبة اللي انت كنت بتشوفهم في السعودية قبل ما السعودية تسقط نقلة كمان وتبقى بتجيب نوعيات مختلفة من اللعبين صح بس انت بتجيب لعيبة بليميتات وليلة بكام هات كام عشان بقى ازي ما انت قلت كده في الاخر يبقى عندي 15 مية وقومان غير حسبة ليها علاقة بالنادي احتياجات وايه